اه او ام اي سي في يوم من ايام من الايام المشهودة وان شاء الله باذن الله بداية فعلا عهد وفترة بنتمنها كلنا للوصول بموانينا مواني مصر مع شركائنا اللي ذكرتهم الى مصاف المواني العالمية بما ينعكس على الاقتصاد المصري وطبعا مصلحة شركائنا بالخير ان شاء الله باذن الله احنا في مصر من فترة حدد لنا رئيسنا الرئيس عن فتاح السيسي هدف استراتيجي كبير جدا يعني اختصاره كده ببساطة خالص هو ان نجعل مصر مركز من مراكز التجارة العالمية والوجستيات طب هنعملها ازاي دي يبقى لازم نخلق محاور لوجستية ونستغل لموقعنا الجغرافي الفريد الحدود الشرقية المصر هي البحر الاحمر وطبعا خليج السويس وخليج العقبة والحدود الشمالية لنا هو البحر المتوسط حدود طولها تقريبا يعني حوالي الف كيلو الف كيلو عليها تقريبا حوالي 15 مين تجاري عندنا قناة السويس على خطوط الملاحة العالمية كان لازم نستغل هذا الموقع الفريد ونستغل لموانينا طبعا بعد من طورها وبعد من اهلها سواء بارصفة ومحطات وبأعماق كبيرة تسمح بتراكي وبدخول الاكبر المراكب او السفن العالمية وباكبر الحمولات بالاضافة الى ربط هذه المواني ببعضها بوسائل اتصال حديثة وسريعة ان لم يكن نقل بري فيكون بالسكة الحديدية وعلشان كده فكرنا وخططنا وبننفذ دلوقتي القطار الكهربائي السريع ايضا بتنفذ معنا شركة من شركائنا وهي شركة سيمينزي العالمية وتحالف شركات مصري المرحلة الاولى عندنا هي ان احنا نطور طبعا احنا بنطور ال 15 مينة في وقت واحد وبنستكمل باقي المواني يعني زي ما قلت احنا بنطور سفاجة بنطور السخنة بنطور دميات بنطور اسكندرية بنطور بورسعيد القديمة غرب بنستكمل شرق بورسعيد بنستكمل جرجوب بنستكمل برنيس تطوير لكل المواني المصرية واستكمال المواني الجريرة منها زي ما قلت كان عندنا تقريبا مثلا على سبيل المثال الاتنين مينة اللي احنا بنشتغل فيهم النهاردة كان عندنا في مينة السخنة حوالي 3 كيلو بنقول 2.850 حوالي 3 كيلو بنضيف لهم مرة واحدة 18 كيلو تقريبا 6 أضعاف اللي موجود دلوقتي عشان يبقى عندنا 21 كيلو كلها بقى عماق تتراوح ما بين 17 إلى 18 متر مينة الدخيلة في إطار تطوير مينة اسكندرية الكبير مينة اسكندرية والدخيلة وإن شاء الله بينهما مينة الماكس أو المينة الأوسط عشان يبقى عندنا مينة اسكندرية الكبير مينة اسكندرية دا كله اللي هو المينة الرئيس في مصر اللي تقريبا بيستحمد على 60% من تجارة مصر كان تقريبا أجمال أطوال الأرصفة اللي فيه حوالي 18 و850 هنقول حوالي 19 كيلو بنضف له دلوقتي حوالي 10 كيلو مرة واحدة منهم إن شاء الله محطة أول محطة خلصت دلوقتي يعني بننفس فيه موضوع المرافق والبنية الفوقية والمعدات بدأت توصل اللي هي محطة 55 على 62 الأرصف يعني من 55 للرصف 62 برضو بأعماق 18 متر عشان يبقى الأول مرة في مينة اسكندرية عمق كبير بالمنظر دا يسمح بتراكي وبدخول السفن الكبيرة إن شاء الله ويعني الرصيف بقى الواعد وإن شاء الله بإذن الله اللي هيضيف كتير جدا لمينة اسكندرية كبير طبعا قبل ما نعمل مينة الماكس وقبل 85 وقبل محطة الصب الجاف والصب الجاف النظيف والغير نظيف قبل لهم كلهم طبعا رصيف ومحطة مية الرصيف مية دا رصيف على طول على البحر المفتوح رصيف إن شاء الله بإذن الله هيبقى طوله تقريبا واحد وتمانية من عشرة كيلو الساحة بتاعته عرضها أو عمقها يعني ستم يعني ستم مت مت حاجة بسم الله ما شاء الله هتضيف لمينة اسكندرية كبير يعني قوة كبيرة جدا وقدرة انتاجية كبيرة جدا أو قدرة استعابية كبيرة جدا أو قدرة التداول كبيرة جدا طبعا القطر السريع بيصل ما بين مينة السخنة على البحر الأحمر اللي احنا مستهدفينه النهاردة مع شركائنا ومع أصدقائنا سواء في زي ما قلت بقى في هاتشسون أو الخطوط اللي معانا سواء مي سي سي أو كوسكو تاني أو سي امي اي القطر السريع ان شاء الله بيتنفس دلوقتي وهيصل إلى مينة اسكندرية ومينة الدخيلة القطر طبعا ده يعني في عجلة كده المصار بتاع الخط الأول ده طول ستتمائة وستين كيلو من أول السخنة حتى مطروح يعني من السخنة حتى مينة اسكندرية تقريبا في حدود ميتين وثلاثين كيلو لما يبقى أنا عندي قطر غير السريع بقى أو غير الأخليمي النهاردة بنتكلم على القطر البضايع بيمشي بصورة مية وعشرين كيلو في ساعة على الآل فده هيبقى يعني وسيلة ربط قوية جدا بين مينة السخنة ومينة اسكندرية أيضا بنطور دلوقتي في المنتصف بقى ما بين السخنة والدخيلة المواني الجافة اللي احنا بننشئها دلوقتي مينة العشر من رمضان وهيبقى مرتبط أيضا بالسخنة بالقطار ثم برضو في الطريق من أكتوبر وعلى بعد يعني تقريبا اثنين كيلو أيضا أو مينة السادات الأول هو اللي على بعد اثنين كيلو من خط الخطار السلام من خط السادات ثم السادس من أكتوبر تقريبا على بعد حوالي اثناشر كيلو يعني الثلاث مواني المواني الجافة والمواني الرئيسية اللي بننفذها في مصر دلوقتي هتربط بين الاثنين مينة دلوقتي اللي هم أكبر اثنين مينة في مصر أكبر مينة على البحر الأحمر وإن شاء الله بالتعاون مع المنطقة الاغصادية لهاية خناة السويس وأيضا مينة أو هيئة مينة اسكندرية والدخيلة إن شاء الله نتعاون كلنا مع بعض الاثنين مينة دول مع القطار السريع مع الثلاث مواني جافة ومطر جسية عشان نخلق ما يسمى بقى بالمحور اللوجيستي السخنة الدخيلة عايز أقول أن طبعا وأنا بشكر كل أعضاء التحالف على جديتهم في التفاوض على خضرتهم العالية على إنجاز هذا العقد معنا إن شاء الله إحنا إحنا خلصنا تقريبا كل العقد تقريبا أنهناه فاضل بقى الإجراءات الدستورية والقانونية من مراجعة مع مجلس الدولة مع عرض على مجلس النواب مع إصدار القانون إن شاء الله بإذن الله نحتفل قريبا ويكون احتفال كمان أكبر من ده ومعنا إن شاء الله بإذن الله كل مصر بتحتفل معنا وحضراتكم في التوقيع النهائي على العقد بل إن شاء الله بإذن الله بنوعدكم إن إحنا يعني في نص العام القادم تبدأ تظهر المحطات بتاعتنا وخاصة طبعا السخنة يعني لو تأخرنا أول شهر أكتوبر اللي جايب اللي حاجة جاهزوا نفسكم من دلوقتي بممعداتكم هتلاقوا بنقول لكم تعالوا استلموا عشان تبدأوا تشغلوا إن شاء الله بإذن الله نقدم لمصرنا إن شاء الله بإذن الله اللي محتاجة مننا كل الجهد وكل العرق علشان نرتقي بيها ونرتقي بموانينا وزي ما قلت في البداية ننفذ توجيه رئيسنا واللي وعدنا به شعبنا وأهلنا أن احنا نخلي مصر دي مركز للتجارة الإعلامية والوجستيات أنا يعني اسمحوا لي يعني أنا عندي طبعا كلام كتير جدا ممكن أتكلم فيه ولكن أنا هسمع منكم أنتم علشان ممكن أكون يعني فيه نقطة اللي حاجة مع الدياني أرد عليها ثم أنا حابب جدا طبعا بعد ما نسمع الأخوي أو صديقي المهندس سيحة زاكي اللي هو نهاد شهين رئيس هيئة مينة اسكندريا والدخيلة أو رئيس بقى هيئة مينة اسكندريا الكبير إن شاء الله بدعيكم بقى أعضاء التحالف برضو لو حد عايز فيكم يقول كلمة مختصرة أو حاجة هيشرفنا إن احنا نسمعه ثم نختم مؤتمرنا الصحف إن شاء الله على خير ونلتقي زي ما قلت مرة تانية في العقد النهائي ويا رب نلحى ننجزه ويبقى حاضر معانا ومشرفنا إن شاء الله بإذن الله السيد رئيس الجامورية اللي دايما دعم لنا واللي دايما بيقايدنا واللي دايما بيتمنى إن شاء الله لنا ولكل المصريين وكل قطعات الدولة النجاح والتوفيين إن شاء الله أنا جاهز أخذ أي سؤال اتفضل يا فن داليا عثمون المصري اليوم يا فن فندم طبعا في زل الجهود المفزولة لتيسير حركة البضاءة كنا نحب نعرف المواطن بأهمية هذه المناطق اللوجستية خاصة حضراتك زي ما أشرت طريق محور الجديد اللي تم التعاون فيه مع الجهات أجنبية لإن دا ومدأ أهميته لجذب الاستثمار في مصر شكرا لحضراتك العفو المناطق اللوجستية أو الأول المين الجاف باختصار هو مينة معمول بحيث إن البضاعة لما تيجي على المركب ما تاخدش وقت كتير جدا فيه أو ما تاخدش وقت خالص فيه المينة ويبقى المينة البحري هو فقط مينة عبور ولكن المينة الجاف هو المينة النهائي يعتبر هنقول هو المينة مينة الوصول والمينة النهائي في نفس الوقت تخرج البضاعة من المركب على القطار أو النقل النهري لأن اسكندريا في نقل نهري أو على الشاحنة النقل البري هتتفتح فقط إذا كان فيها مواد خطرة تتفتح الأجهزة الأمنية تشوفها إن كان فيها مفرقعات أو سلاح أو غيره ثم تتحرك ما تتفتحش تاني بقى ولا حجر زراعي ولا حجر صحي ولا حجر بيطاري ولا أي نوع من أنواع التفتيش تطلع على طول جاري على المينة الجاف عشان نسهل الإجراءات جنب المينة الجاف دي بيبقى فيه منطقة لوجيسية المنطقة لوجيسية دي بيتعمل فيها بقى بعض العمليات على البضاعة دي يأما الحد الأدنى منها تعبئة أو تغليف أو تصنيع أو تتوزع على منها على المنطقة الصناعية المجورة لها لأن إحنا مختارين تقريبا زي ما حدتك سمعت مني كده المينة الجاف والمنطقة لوجيسية بالعاشر من رمضان في قلب المنطقة الصناعية المينة الجاف والمنطقة لوجيسية في السادس من أكتوبر في قلب المنطقة الصناعية للسادس من أكتوبر المينة الجاف والمنطقة لوجيسية في قلب مرينة السادات جنب المنطقة الصناعية في مرينة السادات طب حتى بقى ده بالنسبة للوارد طب الصادر هذه المناطق أيضا بتاخد المنتجات الصناعية بتاعتنا أو المنتجات الزراعية اللي هي بتتنقل من المناطق الزراعية اللي حاولين كل المواني دي يعني منطقة اكتوبر كل منطقة الجيزة الزراعية جنبها السلاة نفس الكلام المنوفية والبحيرة جنبها العاشر من رمضان منطقة ودي الملاك والاسماعيلية كلها جنبها المنتجات الزراعية دي كلها تيجي بسرعة إلى المنطقة الجيسية برضو تعبأ أو تغلف أو تجهز ثم تتعبأ في حويات وتطلع على المواني البحرية للتصدير ده موضوع ومشروع مهم جدا مفيد جدا للمصريين سواء في تقليل الفائد من البضاعة سرعة التداول ده كل ده في الآخر بينعكس على سعر المنتج أو سعر السلعة اللي بيستهلكها الإنسان المصري أو أهلين في مصر أو حتى سعر المنتج أو السلعة سواء زراعية أو صناعية اللي هتتصدر وبينقلل الفائد فيها وسرعة التصدير طبعا بتقلل فرصة تلف هذه المحاصيل الزراعية بالتحديد فده كل ده بيصبه في مصلحة المواطن المصري محمود متوع محمود متوع صد البلد كنا عايزين نعرف بس من حضراتك تكلفة مشروع إنشاء المحور السخنة والدخيلة ويترى يعني بعد تسليم التحالف المحطات هيتم تسليمها تاني المصر ولا هتفضل هي فيها لأنه ده سؤال مهم جدا سؤال مهم وسؤال جميل وكواس قوي أن نحن نجاوب عليه علشان الناس اللي دايما بتقول وانا يمكن قلت الشركاء النهاردة الصبح وكانوا قاعدين معايا وقلتنهم قبل كده احنا عندنا نغوا في مصر دايما أن وزارة النقل أو مصر يعني عشان ما نفرقش بين وزارة النقل والمنطلق الصرية كلنا مواني مصر وكلنا واحد بيقولوا أن احنا مصر بتبيع المواني بتاعتها ابدا احنا ما بنبيعش مواني اطلاقا ولا شركاءنا طمعانين في موانينا يعني شركاءنا اللي معانا النهاردة سواء هاتشسن والخطوط الملحية التلاتة اللي معانا او حتى المشاغلين الاخرين والخطوط الملحية الاخرى اللي دخلت معانا ضميات او دخلت معانا اسكندرية او دخل معانا دلوقتي في سفاجة محدش طمعان في المواني بتاعتنا يتملكة واحنا ما بنملكش مواني لحد احنا بنعمل بننفذ البنية الاساسية البنية الاساسية اللي هي الارصفة والساحات الخلفية لها والمرافق العمومية كلها اللي من المصادر الرئيسية حتى مساحة المحطة او حدود المحطة بننفذها بالاضافة طبعا لتنفيذ الحوض والتكريك حتى العمق اللي احنا عايزين ونحن نتكلم فيه نهاردة 18 متر بننفذها بتصميمات من استشاريين مصريين متميزين واكفاء جدا في هذا المجال وبننفذها بشركات مصرية وطنية كلها شركات مصرية وملكيتها لمصر مصر بتحتفظ بملكية البنية الاساسية البنية الفوقية اللي بيجيبها وبينفذها وبصينها شركانا اللي هي عبارة عن المرافق الداخلية اللي داخل المحطة اللي بتخدمها والمنشآت اللي فوق المحطة والمعدات هي دي اللي بيجيبها وزي ما قلت من حقه يتملك الانشآت والمعدات اللي بيجيبها دي المشغل بتاعنا فقط ولكن لا يتملك لا يتملك تاني البنية الاساسية المينة بتاعتنا الرصيف بتاعنا المحطة بتاعتنا كل الارض بتاعتنا مفيش بيع ليه الموانئ طب التكلفة المالية ولو ان احنا بنتكلمش كثير بتكلفة المالية ان التكلفة المالية دايما متغيرة انتو حارتك شايفين كل يوم بالاسعار شكل ايه يعني لو احنا بنقول مثلا يعني محطة او مينة السخنة في بدايته مثلا كنا عاملين التكلفة المالية تقريبا في حدود 60 مليار جنيه مصري طب النهاردة لما احنا بنقول احنا بدأنا لما كان طن الحديد ب10 تلاف جنيه ولما كان طن الاسمنت ب700 جنيه ولما كان ولما كان ولما كان طب لما الحاجات دي كلها تتضاعف فالطبيعي ان هي هتتضاعف فاحنا النهاردة ما بنقدرش ومحدش يقول احنا بنتهرب لا احنا بنتهربش من الاجابة ولكن زي بقوله احنا بدأنا بسعر ولكن هننتهي بكام ورد يكون ضعف هذا السعر نتيجة نتيجة مضاعفة اسعار مواد البناء طب نتيجة ايضا ان احنا برضو ما زلنا رغم ان احنا بننفس بايدنا وبننفس بشركتنا واسمنتنا وحددنا ولكن ما زال عندنا جزء مستورد في انشاء المحطة نفسها ومستورد بالعملة الصعبة بالدولار النهاردة نفس الكلام لما احنا بدأنا كان الدولار بستاشر جنيه ويمكن في بعض الاحيان اقل شوية او اكتر شوية النهاردة شوفوا الدولار بكام ولما يوم ما نيجي او نخلص المحطة ونقفلها ونيجي نسلمها هيبقى الدولار بكام فاذا ما نقدرش قوي نقول التكلفة المالية كامل النهاردة ولكن مبدئيا احنا بدأنا زي ما قلت بستين مليار في ميناء الدخيل بدأنا تقريبا في حيول اربعة اربعة ونص مليار هتختم بكام وارد يتضعف هذا الرقم نتيجة زيادة الاسعار انا بقولك ده التأديري المبدئي ولكن اضرف اتنين على طول يعني احنا دايما يعني في الفترة اللي فاتت لما حصل التعاون في 2016 الاسعار ضعفت مية في المية النهاردة الاسعار دلوقتي ضعفت مية في المية طبع هتوصل كام في المية هتوصل لد ايه يوم من من نفذ يعني احنا بنتوقع طبعا ان احنا الوقت بنقول طلعفت ممكن يبقى يعني مرتين ونص ثلاث اضعاف جايز يبقى تكلفة او من التكلفة الاساسية اعتقد جاوبت احنا بأكد تاني احنا بنبعش مواني احنا بنتعاقد مع شركاء للتشغيل وخطوط ملاحية فقط بيتملكوا الورع الطبيعي المعدات بتاعتهم اللي بيجيبوها ده بتاعتهم عشان بيشغلوا بها ولكن المحطة والبنية الاساسية كلها ملك مصر وستظل ملك المصر واللي منفز المصريين ان شاء الله المزير فضل محمد العرب التلفزيون المصري في جهد مبزول رائع جدا ربط المواني سواء في الدخيلة او اسكندرية او نزولا للعين السخنة والمواني الجافة نقطة هنا فندم بالنسبة للجزء الخاص بالصعيد هل هيتم ربط هذه المواني بمسلس الصعيد بين البحر الاحمر من ناق سفاجة الجزء ده وصل لحد فين في خطة الوزارة ان شاء الله طيب ولو ان ده خارج الدخيلة والسخنة ولكن مصر لا بتشتغلش اسكندرية الوحيدة اسوان الوحيدة البحر الاحمر الوحيدة مطروح الوحيدة الوريج الوحيدة احنا عاملين خطة شاملة لتطوير وسائل النقل او طرق النقل في مصر كلها سواء نقل بري نقل سككي نقل النهري كل ده في خطة شاملة تطوير المواني زي ما قلت لحرطك زي ما احنا بنطور دلوقتي في السخنة وفي الدخيلة بنطور ايضا في سفاجة على البحر الاحمر بننشئ برنيس دلوقتي على البحر الاحمر برنيس مرتبطة بالوادي بطريق واصل الى اسوان في خطتنا السناد ان احنا بنشتغل فيه تطويره وهنوسعه ونخليه اتجاهين زي طريق انا سفاجة اللي بيصل الى ميناء سفاجة وبيربط انا بسفاجة وبكل محافظات وسط الصعيد ايضا ميناء السخنة نفسها مرتبط بالقطر السريع اللي جاي من ابو سيمبل احنا عندنا قطر سريع الخط الاول من السخنة حتى مطروح مرورا بستة اكتوبر طب من ستة اكتوبر حتى ابو سيمبل خط تاني الخط التاني بيمر بي انا ويمر باسوان طب لو انا عايز اجي من من السخنة او من مطروح او من اسكندرية واروح سفاجة هاروح بالقطر السريع اروح السخنة هاروح ابو سنبل في اقصى جنوب مصر ان شاء الله ودي مرحلة ان احنا نصل بعد ابو سنبل ان شاء الله الى السودان الشقيق هنربط ان شاء الله مع وادي حلفة في السودان اذا القطر السريع الشبكة اللي احنا عاملنا مستهدفة للحطة اللي حياتك بتتكلم عليها ربط كل المواني المصرية على البحر الاحمر بالبحر المتوسط حتى بمينة اسوان وابو سنبل وان شاء الله باذن الله في المستعب القريب قوي نربط لحد ودي حلفة في السودان القطر السريع بتاع السخنة مطروح هيصل ان شاء الله باذن الله الى بنغازي في ليبيا كل ده شبكة واحدة مربوطة تربط مصر كلها من شرقها الغربة ومن شمالها لجنوب المناطق الاجتسية احنا عندنا توجيه مهم جدا وابسا نصدق عليه الجلسة الماضية بالتحديد في مجلس الوزراء توجيه من شادة الرئيسة ان احنا نعمل مناطق لوجستية بجوار ايضا المناطق الصناعية واللي موجودة في الصعيد والمناطق السكانية الكسيفة احنا نصدق الاسبوع اللي فات على انشاء منطقة لوجستية كبيرة جدا ومينة جاف في منطقة الفيوم الجديدة مدينة الفيوم الجديدة ووحدة اخرى في منطقة كومة براضي في بني سويف ووحدة اخرى في سوهاج الجديدة وفي اسيوط الجديدة منطقة لوجستية في اسوان في ودي كاركر منطقة لوجستية في قصر وارقين على الحدود الدولية الجنوبية مع السودان بالاضافة الى رابط طبعا زي ما انت اشرت الى المسلس الزهبي المحصور ما بين سفاجة وبرنيس وطبعا المسلس بقى على النيل في منطقة انا حد ثاني معاني الوزير يمكن جهد مشكور من وزارة النقل في تطوير الموانئ المصرية معدلات تنفيذ الطرق المؤدية الى هذه الموانئ نودع التعرف عليها وهل يمكن خلال الفترة القادمة ان نشهد شركاء اخرين في تطوير الموانئ المصرية شكرا معادي الوزير الطرق احنا من يعني قبل تلاتين ستة الفين وعطاشر واقرناها تلاتين ستة الفين وعطاشر بالتحديد مع بداية تولي الفخامة الرئيسة عن فتاح السيسي للامور في في مصر حطينا خطة لتطوير الطرق الرئيسية في مصر هذه الخطة شاملت انشاء سبعة تلاف كيلو متر طرق رئيسية حرة جديدة ما كانتش موجودة خالص يعني ما كانتش عندنا حاجة اسمها الطريق الدارة الاخليمة ولا الطريق الدارة الاوساطي طرق جديدة خالص طريق اللي بيربط تشكة بسرع العواينات ده طريق جديد خالص بني مزار البويطي ويعني دايروت الفرافرة كل دي طرق جديدة بالكامل تم تنفيذها ما كانتش موجودة طب بالاضافة الى تطوير ورفع كفاءة وتجديد عشر تلاف كيلو متر طرق طولية رئيسية كانت موجودة يعني مثلا طريق مصر القارة السكندري ده طريق كان موجود ولكن كان موجود حرطين وحرطين بقى دلوقتي الاول اربع حراط واربع حراط ثم اتعمل له طريق خدمة تلت حراط تلت حراط اللي اربع حراط نفسهم وده رد على جزء من السؤال اللي اربع حراط نفسهم هيتوسعوا يبقوا ستة اذا بقى عندي طريق بدل ما كان حرطين وحرطين بقوا تقريبا تسع حراط وتسع حراط كل ده واحنا بنخطط بقى ايه الاسس اللي خدناها في اعتبرنا اولا ربط المناطق السكنية الحالية المقتصة بالسكان بالمدن العمرانية الجديدة ربط المناطق الزراعية والمناطق الصناعية بالمواني البحرية يعني النهاردة عندنا منطقة صناعية في العشر من رمضان والقاهرة الجديدة وغيره يبقى لازم لما اجربط بمن السخنة يبقى لازم اطور كل الطرق اللي راح في اتجاه الشرق طريق العين السخنة يتطور وتعمل طريق ما يسمى بطريق الشاحنات طريق خرصاني عشان يتحمل الحمولات الكبيرة القاهرة السويس يتطور ويبقى فيه برضو طريق خدمة خرصاني طريق القاهرة الاسمعالية نفس الكلام الطريق داري الاقليمي نفس الكلام اذا احنا بنحط خطة تطوير الطرق المصرية المشروع القومي للطرق كان قدامنا اهداف هامة جدا اهمها ربط مناطق الانتاج بمناطق التصدير سواء انتاج زراعي انتاج صناعي بمناطق التصدير وربط مناطق الانتاج ايضا بمناطق الاستهلاك انت عايزة هتستهلك في المدن الرئاسية في مصر هتستهلك في القاهرة بشكل اساسي يبقى لازم نطور الطرق المؤدية الى القاهرة من المزارع ومن المصانع إلى القاهرة علشان نقدر نخدم فعلا حركة الاتجار ده باختصار خالص المعدلات اللي حتى بتتكلم عليها احنا تقريبا من السبع تلاف كيلو طرق دول تقريبا دولة مخلصين حوالي ستة ستة خمسمية الف وخمسمية شغالين فيهم دلوقتي الجديد العشر تلاف كيلو طرق الرفع الكفاءة والتجديد تقريبا فضل لنا فقط طريق السويس الزعفرانة الغرداء مرس علم برنيس والحدود الدولية الجنوبية تقريبا نشغلين في مناطق مختلفة منه عملنا له الزواج في مناطق منه بتعملها بقى مش الزواج يعني المنطقة مثلا من السويس لحد الزعفرانة او من السويس لحد السخنة بالتحديد بتعمل تمنحرات وتمنحرات دلوقتي ليه طبعا عملنا دي بالتحديد ربطة بقى مواني السويس الأدبية وبرتوفيق والزيتيات بمينة العين السخنة بطريق العين السخنة نفسه البري بتخدم شبكة كبيرة جدا من الطرق على المواني المصرية وشغالين فيها بمعدل عالي جدا وغير مسبوك صفية حمدي جاريت الميل سؤالي الأول عقد الاتفاق بينص على أن المشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل والسغلال وصيانة وأعادة تسليم محطة الحيوية أنا أسأل عن إعادة التسليم بالفعل والمدة هل في مدة محدة لإعادة التسليم وهل معنى إعادة التسليم إن كل هذه الأعمال هتتنقل إن تكون بها شركات مصرية ولا لأ سؤال الثاني وهو هل فيه توجه بالنسبة لشركات تدول الحوايات الوطنية هل فيه توجه مع التوجه لطرح حصص فيها للمستثمرين إن يكون النسبة الحاكمة تظل للجهات الحكومية أم ممكن يكون فيه تغيير في التوجه ده شكرا فيه جزء على من سؤال حدرتك معلش أنا نسيته وهو هل هنشوف في الفترة اللي جاية تحالفات أخرى أيوة موانين أنا ما بنقول إحنا عندنا ميناء السخنة ميناء واعد بنعمل فيه 18 كيلو فيه قريب قريب جدا هتلاقوا وياريت تكون في نفس هذه القاعة عشان نفكرك هتلاقوا فيه تحالفات أخرى موجودة معنا بننضي في السخنة ولكن عشان نطمن شركاتنا وإحنا ملتزمين باتفاقاتنا فيه أنشطة أخرى مش حويات يعني فيه طبعا أنشطة كتير جدا صب جاف وصب سائل والجاف بين نظيف وغير نظيف وبضايا عامة كل الكلام ده مفتوح فيه إن شاء الله هتشوف قريب جدا في السخنة هتشوف فيه سفاجة برضو مشغلين عالميين آخرين موجودين هتلاقي فيه برنيس وفجرجوب قريب جدا آخرين طبعا سبقنا شوية يعني هما ما تأخروش ولكن كانت بيتفاوض معنا من قبلها يورو جيت وكونت شب وهابا جلويد ودخلوا معنا في رومياط سي ام مي دخل معنا في اسكندرية طبعا كان عندنا مواني دبي موجودة فده كل ده مشغلين وخطوط ملاحية جديدة بتخش واحنا بنرحب بيهم كلهم بنشجعهم كلهم بنقولهم احنا معاكم دعمين ليكم اي مشاكل لوجستية او فنية او قانونية او تشريحية احنا جاهزين نحلها معاكم طالما احنا بقينا شركة احنا بنحترم تعهداتنا بنحترم اتفاقاتنا مع شركانا سواء المجموعة اللي موجودة النهاردة او اللي سبق ان احنا تعيدنا معاهم او القادمين ان شاء الله باذن الله ارجع بقى لسؤال حضرتك عادة تسليم عادة تسليم نحنا دايما بننص عليها بتحط فيه العنوان او في الاتفاق عشان هو رات طبيعي وعشان نطمن برضو اهلنا اللي دايما اهلنا طبعا متطمنين ولكن انا بقصد الاخرين بقى اللي هما بيحاولوا يشاكوكوا في كل حاجة احنا بنعملها بنطمن اهلنا ونقول لهم خدوا بالكو الكلام ده مش كلام حقيقي اللي الناس اللي بتقولوه احنا لابنبيع ارارينا ولا بابنبيع موانينا واحنا بن بنتشارك مع شريك او صديق مستثمر معايا بييجي يعمل بنية الفوقية وبعد فترة نهاية الالتزام بتاعته بيسلم لنا المحطة متصينة جاهزة بمعداتها زي يوم ما خدناها بالزبط النهار ده الشركة عقد اللي الزام بتاعها على المدى التلاتين سنة ان شاء الله بإذن الله تاخد التلاتين سنة وعايزة تكمل بقى اللي موجود ساعتها مننا بالتأكيد هم تحالف عالمي قوي جدا كبير جدا احنا شخصيا لو احنا موجودين في هذه الايام واعتقد لا يمكن انكون موجودين يعني ربنا يدينا الصحة وطلط العمر وانتو انا شخصيا لو موجود همسك فيهم بأدية واسنانة زي يقول عندنا علشان يستمروا معنا طالما طالما هم ملتزمين باتفاقاتهم طالما هم ملتزمين بنصوص التعاقد اللي بيننا وبينهم هيكملوا معنا ان شاء الله طب برضو انا بطمنهم وبطمن كل الشركات اللي بتشغل معنا وكل المشاركين اللي هنا في اي مشروع احنا عمرنا عمرنا او يعني يعني وزارة النقل دلوقتي او مصر دلوقتي عمرها ما راحت للتحكيم ضد حد عمرها ما راحت للتحكيم ضد حد لو في اي مشكلة بيننا بتتحل على الترابيزة بتتحل على الترابيزة وبمنتهى الشفافية وبمنتهى الوضوح ولمصلحة كلها بطرفين عمرنا بم نروح للتحكيم ان شاء الله ولا هنروح للتحكيم ففي نهاية الفترة بيسلمونه الامانة اللي هم استلوهم اننا تاني وشغلوها بيرجعه لنا تاني زي ما كانت كان فيه جزء تاني شركات تداول الحاويات المصرية القائمة هنا عندنا شركة اسكندرية لتداول الحاويات عندنا شركة بورس عيد لتداول الحاويات عندنا شركة دوميات لتداول الحاويات ليه تلس شركات مصرية وطنية شغالها بالضبط زي شركة 하شسون يعني شركة اسكندرية لتلاول الحويات واخد محطة في ميناء اسكندرية شركة هاتشسون اللي موجودة معنا النهاردة واخد محطة في ميناء اسكندرية واخد محطة أيضا في ميناء الدخيلة وارد تكون الإمكانيات واحدة وارد تكون إحنا أقل شوية هم معدل تلاولهم أكبر شوية ولكن الشركات المصرية بتاعتنا احنا عندنا شركة دوميات لتلاول الحويات مملوكة لمصر بنسبة 200% شركة بورس عيد تلاول الحويات مملوكة لمصر 100% شركة اسكندرية لتلاول الحويات يبقى عندنا بورس عيد ونوميات 100% لمصر شركة اسكندرية لتلاول الحويات احنا استثمرنا فيها شركة استثمرنا فيها استثمرنا في ايه؟ مش في الرصيف ما بيعناش الرصيف ولا بيعنا المحطة ولا الشركة أو البنية الأسية كلها ملكنا دخل معانا شركائنا أشقائنا العرب دخلوا معانا سواء المملكة العربية السعودية أو الدولة الإمارات العربية المتحدة دخلت معانا اشترت جزء حصة من الأسهم ومزالت مصر هي لها الحصة الأكبر مجلس إدارة واحد بيدير المحطة لا مانع أبداً ده نوع من أنواع الاستثمار أي حد وكل الشركات العالمية وكل التحالفات العالمية يعني النهاردة هاتشسون بيدير محطته في اسكندرية وفي الدخيلة وهيدير السخنة وهيدير الدخيلة التانية لو عايز شاركني النهاردة بشيرة حصة من أسهم دوميات روالحويات أنا جاهز لو عايز يشتري حصة في أسهم بورسعيد أنا جاهز أي تحالف عالمي طالما هيجي وهيزود لحجم البضاعة اللي بتيجي في مصر سواء صادر وارد طبعاً اللي بيخدش مصر وده مضمون موجود وخاصة الترانزيت أهلاً وسهلاً به دي نوع من أنواع الاستثمار ونوع من أنواع الشركات كل دول العالم بتعمل كده كل دول العالم بتعمل كده هاتشسون بتدير محطات في أعتقد 36 أو 33 دولة مش في مصر بس طب هل هي لما هاتشسون راحت تدير في دولة تانية بلاش نسميها يعني ده كويس ولما تيجي تدير في مصر يبقى وحش أو لما دبي تيجي تدير في مصر وتبقى وحش ولما تروح تدير في السعودية أو يعني أنا مش عايز أقول دول أو غيره أو غيره أو غيره يبقى ده كويس أبداً العالم مفتوح والشركات مفتوحة وطالما هو في الآخر بتصرب في مصلحة الاقتصاد المصري والاستثمار ومصلحة الشعب المصري أهلاً وسهلاً بأي مستثمر شكراً على الوزير ونسمع تعليم المهندسية حيزاك فضل إفن مساء الخير جميعاً معاي الوزير السادة الحضور الحقيقة أنا موجز جداً أنا سعيد بوجودي النهاردة سعيد بالعقد اللي تم توقيعه النهاردة وده الحقيقة نتيجة حاجة مهمة جداً لازم كلكم تبقوا عارفينها كويس أن الدولة المصرية عندها استراتيجية واضحة فيما يتعلق بتعاملها في كافة المواني المصرية سواء التابعة لوزارة النقل أو فيها جزء من الولاية في المنطقة الاقتصادية في النهاية نحن نتكلم على 15 مينا تجاري هناك استراتيجية واضحة إلى العمل في هذه المواني كلها هناك منذ فترة طويلة تنصيق كامل مع وزارة النقل مع الفريق كامل وزير في هذا الشأن وبالتالي من خطة دايماً إلى كافة المواني الرؤية فيها تتعامل إزاي التنافسية بتاعتها تكون إزاي التكامل نفسه يكون إزاي نحن النهاردة بنشهد أحد نتائج هذا التنصيق وهذه الاستراتيجية متمثلة ليس فقط في تطوير ومحطة في مينا السخنة ولكن أيضاً ربطها مع مينا الدخيلة في البحر المتوسط وبالتالي التحالف الذي وقع معنا النهاردة فهو يعني حيكون مسؤول عن المحططين وبالتالي ده جزء كبير من أعملية التكامل اللي احنا بنتكلم عليها إذا أردت كمان أربط أن التكامل ده بيتم أيضاً من خلال القطار السريع الهاي سبيد ريل اللي هو برضو أحد المشروعات الرائدة في وزارة النقل وفي الدولة المصرية فده يعني بيحقق أيضاً المنظومة بشكل متكامل أنا برحب بأعضاء التحالف مرة أخرى أنا تباعت كل الأسئلة ومعالي الوزير يمكن نجاوب على كل التفاصيل اللازمة لكن احنا بنرحب بكافة الشركات الدولة المصرية مؤثلة في كافة الجهات مسؤولة واخدع لنفسها عزل عهد أنها بتطور المواني بتنفس بمعرفتها الأرصفة بتنفس بمعرفتها المجرى المائي وبعد كده بيتم التعاقد مع تحالفات مختلفة في كافة المواني لإدارة هذه المحطات بأشكال مختلفة يمكن أنهي كلامي زي ما معالي الوزير قال أنه فيه أكتر من توجه لمحطات إضافية هناك قريبا إن شاء الله إعلان عن محطة جديدة في شرق برسعيد أيضا تسعمائة وخمسين متر برضو هتكون إضافة إلى المحطات العاملة في مصر بترفع قدرة مصر في التعامل في الحاويات أو في كافة الأنشطة الأخرى أختم كلامي بنشاط جديد ونشاط حيكون له دور مؤثر وخاصة في ميناء السخنة هو المشاط المتعلق بالوقود الأخضر العالم كله بيتحرك الآن إلى وعلى التوجه إلى الخفض والانبعاثات الكربونية وبالتالي حيكون فيه في الفترة القادمة احتياج شديد إلى هذه النوعية من المشروعات وميناء السخنة على وجه التحديد حيكون أحد الموانئ الرئيسية التي تلعب دور رئيسي في موضوع التداول وتناول موضوعات الوقود الأخضر سواء في سورة ميثانول أو هيدروجين أو أمونيا وكلنا نعلم أن شركات الشحن العالمية كلها بتخطط في الفترات القادمة إلى إزاي تتحول إلى الوقود الأخضر فأعلم من هنا تبقى لرؤية الدولة المصرية ورؤية وزارة النقل أيضا بالتنصيق اللي نحاول دايما نكون شركاء فيه أن الدولة المصرية وموانئ المصرية ستكون جاهزة قريبا جدا إلى أنها تبقى متدخلة وتتعامل في موضوعات الوقود الأخضر بشكل يدي القدرة على أنها تدي هذه الخدمة للعالم موانين على البحر الأحمر موانين على البحر المتوسط مهيئة تماما لهذا الوقت أشكر حضراتكم وأشكر معي الوزير شكرا يا فندم سادي اللواء نهات شهين السلام عليكم تسحولي في البداية أن أنا أقدم كل التحية والتأذير والاحترام للقيادة السياسية بوضعة خطة لصناعة النقل البحري في جمهورة بصر العربية متمثلة أنا أتكلم عن الجزء اللي يخصي دهاية مينة سكندرية اللي بيتم فيها حاليا مشروعات غير مسبوقة وكانت حلم لكل من عمل أو يعرف مينة سكندرية أن الكلام ده يتحقق في الحقيقة بمتابعة دقوبة طبعا من سيد معالي في كاميروزير ومتابعة مش عايزة أقول شيء بها يومية لكن هي فعلا يومية لأن المشروعات دي تنجز في أقل فترة سرونية وبجودة عالية جدا لكن هي الموضوعها برضو مش مشروعات ومنعمل محطات وأرصفة بالنسبة للإستراتيجية الألسة معالي فري نحن منعمل بنية أساسية ومنجيب مشغل عالمي إنه هو يشغل أرصفة لكن احنا فعلا ماشيين على التوازي في كل حاجة أنا حكينا عن هيئة مياسكندرية في هيئة مياسكندرية نحن نتكلم على محطات نتكلم على تأهيل قوة بشرية نتكلم على تطوير في وسائل المتعدد للوسائل في كل مجالاته في حقيقة يعني كل التحية والتقدير لأسراد رئيسي الجمهورية لدعمه لأن هيئة مياسكندرية تكون هب في منطقة شرق المتوسط والدعم الدقوب للنسات معالي فري وتسخير كل المشاكل أو عقبات التي تقبلنا أن نحن نكون سبقين للمخطة التنفيذ لكل المشروعات التي نقول عليها مشروعات عملاقة وكانت حلمة ويتحقق حالياً دلوقتي لكن إن شاء الله نحن نوعدكم لأيام الجاية يكون هيئة مياسكندرية بكل العاملين فيها على قدر المسؤولية ونكون على قد المسؤولين للمسؤولين القيادة السياسية وكل الدعم اللي هما بيقدمها لنا إن شاء الله وكل الخير لمصر اللي هي تساق منها كل الخير إن شاء الله ونوعدهم أننا نكون على قد هذه المسؤولين بإذن الله وبنا يعن عليها إن شاء الله مشاكل جداً يكون شكراً سيدلواء شكراً سيدلواء احنا هادو أحد موسيلي التحالف والسيد المهندسة هودا مساعد وزير النقل لترجمة ما سيقول Good afternoon Minister of Transport Chairman of the Red Sea Economic Song and President of Alexandriople Authority Excuse me I want the asking to introduce you to them Oh I will I will I'll come up to that السيد Clemens العودو المنتدب لشركة Hudson القبضة للمواني والمسؤول عن أوروبا والشرق الأوسط Okay Go ahead The English guests ladies and gentlemen شكراً السيد الحضور السيد السيد الحضور Well I think Madam Holder has already introduced me My name is Clemens Chang I'm the Executive Director of Hudson Port Holdings and I'm also the Managing Director for Europe أنا السيد Clemens العودو التنفيذي لحجسون القبضة والمسؤول عن قطاع أوروبا والبحر المتواصد I'm very pleased to be back in your beautiful country أنا سعيد جداً أنا رجعت مرة تانية إلى بلدكم الجميلة to actually initial these two very important concession agreement today لتنفيذ التوقيع المبدئي لهذا المشروع العملاق مع هذا التحالف النهاردة Hudson Ports is no stranger to Egypt أن شركة Hudson ليست بشركة غريبة على مصر حيصو أننا بدأنا أول استثمار لنا في كمهورية مصر العربية في ميناء الأسكندرية في 2005 and we have been very happy with our investment throughout good times and bad times and have kept the terminals open throughout some very dark times despite the ups and downs we've always felt welcome in your country as a foreign direct investor and before I continue I would like to take this opportunity to pay tribute to our very dedicated and hardworking Egyptian staff in our terminals and who work diligently 24 hours seven days a week to keep the supply line to keep the supply line for the most challenging times such as the recent pandemic and the other of the people and the people and the people that we have and the people of the people going to need to be في محطتنا في مصر نقدم الخدمة أربعة وعشرين ساعة في السبع عيام في الأسبوع. نحن هنا علشان نتوسع في خدمتنا ونقدمها إلى المتعاملين المصدرين المستوردين جميع المتعاملين والخطوط الملاحية كلهم إحنا جايين علشان نقدم الخدمة دي. وكمان علشان ندعم الاقتصاد المصري. وكمان علشان ندعم الاقتصاد المصري. And to continue to grow its economy and this is our commitment to your country and its people. And today it's my honor to see our collaborations with the Egyptian government under the minister have taken another step to a new height through the concession of these two container terminals. And with these two additional terminals, the total investment of the international government under the ministerial government under the ministerial government under the ministerial government. The investment of Hudson Port Holdings in the country will approach 1.5 billion U.S. dollars. And as a common user terminal operator, we maintain very good relationship with all our customers. حيث أننا إحنا من أهم أو من كأكبر مشغل عالمي في محطات الحويات. فبالتالي لدينا علاقات جيدة جدا مع العملاء في جميع أنحاء العالم. اللي بيتعاملوا مع شركتنا في محطاتنا في جميع أنحاء العالم. And I'm glad to have been able to bring some of the world's biggest shipping lines joining us to co-invest in these terminals. And I want to give a special thank you to His Excellency Minister Kamil Awazi for his leadership in this project. And you have created a winning formula by bringing the best container terminal operators in the world and the biggest shipping lines together to invest and develop these terminals to fulfill the great vision of His Excellency President Al-Sisi to modernize the port systems in Egypt. أنا بأشكر حضرتك مرة أخرى لدعمك ولأن حضرتك قدرت فعلا بنجاح أنك تكتذب مشغل عالمي كبير وكمان تكتذب مجموعة من الخطوط الملاحية أكبر خطوط ملاحية في العالم. هذا النجاح قدرت تكتذبها لتعمل وتتحالف معك في المواني المصرية تنفيزاً للرؤية الكبيرة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. إحنا مع تعاون مع حضرتك سوف نتمكن من إنشاء محطة مستدامة وفاعلة وقادرة على تقديم خدمات متميزة ومحطات صديقة للبيئة and deploying the latest technologies to deliver the best result for the country. ونقوم بتوطين أحدث تكنولوجيا في هذه المحطات. where we will also create many high quality jobs وصوف نقوم أيضا بإتاحة الفرصة أو تقديم فرص عمل جديدة على أعلى مستوى and providing good training and development opportunities for the local population. وفي هذا الصدد سوف نقدم أحدث أساليب من أساليب التدريب ونقل الخبرات إلى العملين من الجانب المصري. ونشكر معاليك على ثقة تكفينا ونعدك أننا سوف نكون عند حزن ظنك ولا نخزي لك أبدا. This is only the first step and we will also look into the logistics sector for the country as well. هذه هي الخطوة الأولى وإحنا بالمتطلعين أننا نتوسع في تعاون معكم في مجال إنشاء مراكز لوجستي. وإحنا جاهزين أيضا. And finally I want to thank everyone for the efforts thus far in this project. أخيرا أود أن أتقدم بالشكر لكل من بذل الجهد في دعم هذا المشروع. It is remarkable what has already been achieved and while there is still much to do, I am very confident in the ability of the excellent teams we have assembled to deliver the projects. Thank you very much. الإنجاز اللي تم تنفيذه هو إنجاز ليس له نوزير وإحنا واثقين أننا سوف نستمر ونصق فيكم ونستمرين في الإنجاز والنجاح. Thank you. شكرا. شكرا لحضراتكم. شكرا جزيلا فان.